هل هي تعيش حياة وتخاطب بعضها وتتحدث وتتكلم وتدردش مع بعضها مثل البشر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أحبتي في الله هل القرود تتكلم هل تدردش مع بعضها الحقيقة الله عز وجل عندما خلق الكائنات جعلها أمم أمثالنا قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم طيب هل العلماء كشفوا بالفعل أن هذه الدواب من كائنات حية ومن أسماك ومن قرود ومن حشرات هل هي أمم أمثالنا بالفعل هل هي تعيش حياة وتخاطب بعضها وتتحدث وتتكلم وتدردش مع بعضها مثل البشر الحقيقة دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة العلمية عن الدردشة عند القرود أحبتي في الله مجلة كانت بيولوجي لعلوم الأحياء نشرت بحثا في عام 2013 هذا البحث يتعلق بالقرود وملاحظات على أساليب التخاطب لدى هذه المخلوقات طبعا العلماء يؤكدون أن فكرة التناوب في الحوار والاستماع لبعضهم البعض هو أمر جوهري بالنسبة للكائنات بشكل عام الفكرة أن ما نجده عند البشر نجده عند القرود سبحان الله إنها تخاطب بعضها وتنتظر الرد ثم تتابع الحديث وهكذا كما نفعل نحن البشر الباحثون يقولون في هذه الدراسة إن القرود حيوانات متعاونة في تربية الصغر ولذلك فهي تساعد بعضها في رعاية صغارها وهذه السمة مهمة لأنها تؤدي إلى دور اجتماعي فالحيوانات مثلنا تقوم بسلوكيات تهدف إلى نفع الآخرين سبحان الله أيها الأحبة من خلال دراسة لعالم الكائنات هذا الكلام ينطبق على كل الكائنات حتى النمل لديهم أساليب متطورة في التخاطب وعن بعد أيضا سبحان الله دراسة سابقة بعنوان القرود تتحدث مثل البشر كما نرى هنا أمامنا أيها الأحبة يؤكد العلماء أن القرود تتحدث مثل البشر وفي دراسات أخرى تبين أن ظاهرة الدردشة والتكلم ليست خاصة بالبشر بل هي صفة عامة لدى معظم الحيوانات كما أن هناك الكثير من أنواع السلوك المشترك بين الحيوان والإنسان طيب هذا يجعلنا نعتقد بأن هذه المخلوقات تمارس شتى أنواع السلوك ففي كل يوم يكتشف العلماء مزيدا من السلوك الاجتماعي الشبيه بعالم البشر مثل الدردشة النمل أيضا له نفس الصفات الطيور هناك عشرات الدراسات التي تؤكد أن الطيور لها لغة خاصة وتتعلم لغة خاصة والطيور لديها لهجات أيضا تتعامل بها سبحان الله مثل البشر تماما الطيور تغش وتخدع وتكذب أيضا مثل البشر طبعا القرآن العظيم أشار إلى هذه الحيوانات وأنها أمم أمثالنا هذه الإشارة أيها الأحبة جاءت في زمن يعني كان الاعتقاد السائد أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يتمتع بهذه الصفة صفة الكلام وصفة التواصل وصفة التخاطب طبعا هناك أساطير كثيرة تتعلق بالحيوانات لم يرد منها أي شيء في القرآن مما يدل على أنه كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى وهنا أتأمل معكم قول الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والله أيها الأحبة أمام هذه الحقيقة يجب أن نعتقد بأن القرآن كتاب علم ليس كتاب أساطير ليس كتاب من صنع البشر في القرن السابع الميلادي من كان يعلم بأن هذه المخلوقات هي أمم أمثالنا والدراسة التي رأيناها قبل قليل انظروا يعني أنا أود أن أتأمل معكم يعني القرود هنا القرود تتحدث مثل البشر القرود تتحدث مثل البشر هذه العبارة نجدها تتكرر كثيرا في المراجعة العلمية الخاصة بعلم السلوك الحيواني وبالتالي القرآن عندما أنبأ عن أن هذه القرود والكائنات والحشرات والدواب والطيور هي أمم أمثالنا إذن هذا الكتاب منزل من قبل خالق عليم حكيم يعلم ما خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر